السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرواية تقول انه ثلاثة من البلتجية اعترضوا سيارة المستشار هشام جنينة ونزلوا بالسينك هل ارادوا قتله الله اعلم مجرد تأديبه الله اعلم بمعنى ايه لو كانوا يريدون قتله كانوا ممكن اضربوا بالرصاص ولكن ربما رأوا ان دي تكون ممكن طريقة فجة ومنظرة واحش امام العالم فيزعمون انها مشاجرة ادت الى موته فممكن لما جواهم يضربوا كذا والناس جمعتوا كذا فمنحوش وطلعوا يجروا الدليل على انه السيسي هو من امر بذلك السيسي مش هينزل بسين جو يحوه وعور بنفسه ولا هيمسك رشاش وينزل قتل المعتصمين فراب علاء سيسي مدير دي حاجة بيسموها في القانون الجريمة الجماعية جريم التنظيم جريم الجماعة وهي لا ناخد فيها دليل على كل فرض على حدة زي موضوع اسر الحرب كذا يعني ايه النهاردة الجيش الاسرائيلي هجم على مصر فقاتل جنودا مصريا قتل مثلا الف جند مصر يبقى قاتلهم الف جند اسرائيلي بس انا لما اجا حاكم مش حاكم ايش اقعد اقول بقى من الجند الاسرائيلي اللي ضرب طلقت رصاص وده تحقيق جناية في قضية قتل والقصاص والكلام ده القصاص دي في الجرائم الفردية اللي واحد تقنق مع واحد فنجيب السكينة والبصمات تحدي اما في مسألة الحروب والصراعات فدي بتبقى جرائم جماعية يعني كل من انضم الى الهيئة او التنظيم او الجماعة المرتكبة للفعل بيعاقب وفيها الذي على صواب هو المنتصر والمهزوم هو المجرم يعني العسكر انتصروا في الصراع والعسكر شالوا الصراع وانتصروا فاصبح العسكر في هذه الحالة هم على حق دائما المنتصر هو على حق دائما قعدة والمغلوب دائما على باطل وفي الجازمة الاديمة والتاريخ هيشتموا كل حاجة التاريخ يكتبه المنتصر الحق مع المنتصر القضاء مع المنتصر كل شيء مع المنتصر اللي مش عاجبه الكلام دي فقعد بغفل حيطة يعني هل في حد حاكم امريكا ان هي ضربت نساء واطفال اليابان بالنوي لا ليه امريكا انتصر خلاص الحياة معك يا امريكا هو امريكا رعية الحريات وهي العالم المتمدن وكذا لو كانت اليابان فازت كان كذا ولو كان هتلر فاز كان هيب هتلر ده هو يعني ابونا وامنا وخلتنا وعمتنا نفس الفيلم يعني الذي يقولونه على امريكا وكان هتلر يحارب حاكم الامريكان ان هم ناس قتلوا الاطفال والنساء والجرائم البشعة وكذا يعني كان نفس هتسئلة فالجريمة الجماعية زي في حالة المستشار هشام جينينا ما بنجيبش الوقت فلان وعلان زي ما حصل ما احنا كناس عبيطة للأسف الشديد قعدنا نحكي حونسط مبارك وما الدليل ان العدل قتل المتظاهرين لا دي جريمة جماعية كل من في التنظيم مشترك فيه بمعنى يا جماعة في حاجة اسمها في القانون القتل العام كنتيجة احتمالية القتل العام كنتيجة احتمالية يعني واحد ما كانش يصديوتي لو قتل وهدي وقع حدثت في محكم الجنات القاهرة والقاضي حاكم فيها والمحكمة حاكمت على المتهم رغم انه لم يقتل ولم يعلم بواقعة القتل حاكمت عليه بالاعدام شنقا ودي كان المستشار اسم محمد يقنصوه موجود حي يرزق هنا اللي حصل انه ثلاثة اربعة حرمية لصوص ذهبوا لصرقة منزل فراحوا نطوا الشقة بتاع الراجل الضحية وانتظر احدهم في الشارع بيعمل ايه يراقب الشرطة جاية البوليست جاي حد طالع بتاع كده والثلاثة زملائه دخلوا المنزل والربع عاد في الشارع هرائي فدخلوا المنزل فالراجل استيقظ صاحب البيت هو هبا شافهم فياملوا في ايه حتى يرشد عنهم او كده الوهم قتلوه كي يسرقوا كي يعملوا وهم قتلوه والشرطة بعد ذاك قلقت القبض على الاربعة الرابع اللي وايه في الشارع انا مش داعنا حرامي اه روحت اسرع لكن ما قتلتش القاضي حكم عليه بالاعدام محكم الجينات القاهرة بتهمة القبض اللي عندي كنتيجة احتمالية رغم انه معرفش ان الفوق قتل واصلا ده بعد ما نزلوا ايه عملتوا ايه قالوا احنا اتننا الراجل اخري البيت ابوك ليه بقى القاضي قال له ايه محكمة لانه ويذهب معهم كلهم كانوا مسلحين وكان يعلم مسبقا انهم قد شوف احتمالية انهم قد يجدون داخل صاحب البيت داخل صاحب البيت في الشقة ويعترضهم وكذا ويقتلون يعني هو موافق مسبقا على ذلك يعني زي في مسبحة رابعة في عساكر دخلت تقتل وقتلت طب في عسكري واقف او عساكر واقفين قفلين الشارع بطاعة المواصلات ومنعين ناس تخش او لغاسة او كذا انت واقف ليه عسكري انت منك له يا باشا زي منك جوه مع المعتصمين وعرف انه ممكن يقتله يعني هو رايح يذهب وهم قال له مش خلي باكه لو قتلته احنا ضدكه لا وما لو قتلته احنا وما له يعني طب يصبح هؤلاء ايه دول مرتكبين لجريمة القتل العام كنتيجة احتمالية المهم مش عاوز ادخل في هذه التفصيلة فبالتالي السيسي هو مشارك في هذه الواقعة لو كانت ادت الى مقتل المستشار هشام جنينة هني ايبقى قتل عام كنتيجة احتمالية لماذا فعل السيسي ذلك او اولا قبل ماذا فعل السيسي ذلك نجي المستشار هشام جنينة المستشار هشام جنينة انا اعرفه كان رئيس محكم الجنيات وكان قائم بأعمار رئيس نادر القضاء وعينه الرئيس مرسي رئيس الجهاز المركز المحاسبات ثم بعد ذلك بعد الانقلاب العسكري ظل وقيد الانقلاب العسكري والسيسي وبعد ذلك عزله السيسي لما اتكلم انه في فساد في الانقلاب العسكري الادارة للدولة والكالل وتشاري شام جنينا ما رأيته واشهد بما رأيته كان رجل متواضع جدا في تعامله بعمل كل الناس بتواضع شديد جدا باحترام شديد جدا قم بيصلي الوقت بوقته رجل مهذب سياسي ذاكي جدا تمام وكان مباحث امن الدولة انا كنت في عدد مبارك مسؤولة عن نادر القضاء يعني كصحفي بغط اكبار نادر القضاء وكانت مباحث امن الدولة تأتي المستشار شام جنينا لتحصل منه على البيانات التي يصدرها نادر القضاء كان هو سكرتير عام نادر القضاء في ذلك الوقت وانا شخصيا لم ارى في ذلك شيئا يشين المستشار شام جنينا او انه عميل للامن او كده لا لماذا لانه بعد نصف ساعة او بعد ساعة بالكتير كل هذا البيانات دول نادر القضاء سوف ينشر على الانترنت فالمباحث اتعرفه 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 يعني هذا فهمي ولما قام الثورة يناير كان هو احد المشاركين فيها طبعا ده بل هو الذي فضح التزوير واخرين ضد مبارك حتى جاء الرئيس مرسل الحكم والتقيت بعض قرارات الاخوان واحدهم موجود برا السجن بس مش اقول اسمه عشان بس ما يقزوش مقص واقترحت عليه من ضمن الاسماء اقترحت ان هو يعين المستشار شام جنينا وزيرا للعدل هذا الليل حصل ثم حدث الانقلاب العسكري وهشام جنينا ايد طبعا بعد ذلك الرئيس مرس عينه لما انتقب عينه رئيس الجهاز المركزي المحاسبه ولما حصل تيتين سونية والانقلاب العسكري المستشار شام جنينا ايد الانقلاب العسكري وايد السيسي ورغم ذلك ضلالت احترم مستشار هشام جنينا قلت ان الراجل ربما بيمارس الطقية وبيحاول أن يكون عين للشعب على هؤلاء الخوانة يعني بداخل المنظومة وده مسموع به ويجوز للمسلم أن يفعله يعني ما فيهوش حاجة فرغم أنه كان بقول للرئيس السيسي وكذا إلا أنني من داخلي ما كنتش بقول لهشام جين على صح ولا حق ولا كذا إنما من داخلي كنت بقول رجل صالح وكويسه بتاع ولا مانع من أن يمارس الطقية والكذب والخداع لأنه يجوز للمسلم أنه يمارس الخداع والكذب على العدو والسيسي والعسكر عدقنا حتى التهمة بأنه إخوانه كذا فطلع مراته يا مراته محجبة وطبعا في مصر إن واحدة عندها خمسين سنة ولا ستين سنة مش محجبة معناها إن هي يرجح بنسبة عالية أنها علمانية طبعا إن امرأة في مصر عندها ستين سنة ومش محجبة يرجح أنها علمانية في تركيا لو واحدة مش محجبة ده بتبقى مسألة سلوكية ممكن تكون علمانية وممكن لا تكون علمانية ليه لأنه ثمانين سنة أقوله ممنوع الحجاب ضيف مصر فعادي جمال عبد الناصر كانوا نساء القاهرة غير محجبات ولكنهن لم يكن علمانيات ولا يعرفوا يعني هي علمانية أصلا لكن سقط من نظري تمامنا المستشار شام جنيه لما لقيت بنتين وطلعين معايل إبراشي ولابسين فنلب حملات وانت مطلع لبناتك على الشاشة ولم أقز لابسين فنلب حملات كي تثبت أنك لسه من الإخوان المسلمين فهنا حطت عليه إكس وسقط من نظر وانا كنت أتمنى أنه التطحالي بيقدمها المستشار شام جنينا أنه يقدمها في ساحة الشرف مع رئيس مرسي يعني هو قال لك رئيس مرسي إسلام أخليني مع العلمانيين سمعنا أنا علماني حزم حسن علماني طيب هل ما حدث مع المستشار شام جنينا سيؤدي إلى قيام طورة أخلع السيسي الإجابة لا لماذا؟ لأن الحكم لمن غلب دي قاعدة قاعدة عجبك مش عجباني هي دي قاعدة زي إنه الإنسان بيعيش بيتنفس لو ما تنفس سيموه أنت عجبك مش عجبك كيف لأدمارك في الحياة هي القاعدة كده الحكم لمن غلب وده في كل دول العالم والغلبة بتقوم بالقوة مش بالانتخابات سيأتي الانتخابات دي بعدين تفصيلة داخل المتصرين بالقوة بمعنى ودي في القرآن الكريم وفي الأحاديث وفي كل حاجة وحتى في القوانين نفسه فمين اللي غالب السيسي يعني لو يشام جنينة بقى هو اللي هزم البلطجية والجماهير طلعت وراه وطلعوا جابوا السيسي من الأسر يبا كده آيوا يصل للحكم إنما أنا ضربوني وبتاع مش عارف إيه وإحنا يعيين يضربوه السيسي الوعي يبا كولي سوانت طي قاعدة الحكم لمن غلب ودي في وقعة بيبرس الشهيرة تعلمون إنه كان فيه السلطان بيبرس لما قاتل قطز بيبرس كان أمير مملوكي وقاتل السلطان قطز بعد أن انتصر بالجيش المسلمين اللي خرج من مصر انتصر على الجيش وبيبرس وقطز كولتين أطراف بانتصر على مين على الجيش المغول في عين جلوت وجيش المغول ده يعني كان أخوى من الجيش الأمريكي حاليا يعني وجارة ده اسم كويكة القط فكان بيساتر على ملايين من ملايين كيلو مترات يعني الجيش الأمريكي حاجة مثلا جنبه عائل صغير شوف الجيش الأمريكي بقولك الجيش الأمريكي جيش المغول كان أقوى منه ستين مرة فالسلطان قطز الله يرحمه انتصر وقضي الجيوش وعمل إنجاز ضخم جدا مش هقولك احنا نورسات هزم إسرائي على فرض هزم إسرائي أدي كد والكتنمية هزم المغول يعني طوالها أخوى أخوى بقولك أنا أخوى من جيش الأمريكي اللي محدش كان عارفه زي فرح بابرس قتله وهم رجعين من الشام لمصر في الطريق أحقق المماليك جاب المشتبه بهم في القتل وقال له من قتله فيكم؟ من قتلهم من المجرم اللي قاتل هيطار قابته لا من قتله فيكم قالوا بيبرس قالوا اذا هو اميركم الحكم لمن غلب الحكم لمن ايه مش بيبرس قتل وانتصر هو الامير والحاكم والرئيس الحكم لمن غلب تفاصيل الرواية التاريخية احنا مش في مجال تحقيق ماذا جربت ده اكيد الخلاصة من الوقع واللي همنا من الامور بقى كتب التاريخ فقط بتكلم في ايه اللي حصل بالزبط وما حصلش وراح الحكم لمن ايه غلب هذه القايدة تحكم كل دول العالم يعني في السعودية لماذا الحكم في السعود لانهم غلبوا في المعار شالوا السلاح والسف وقعدوا يقاتلونه وغلبوا وانتصروا حتى ابو الملك سلمان لو عباس قال سعود كان يقول للعرب وقف وده مكتوف في كتاب ملوك العرب الامين الريحاني وتاريخ نجد الحديث في لكتابينها كان بيهددهم كده يقول لهم وهذه الارض اخذتها بسيفي يعني تالنهارة تقول لك استيسي راح تدعل عشام جنينا بالمطوى والبتاع وعباسي تسأل سعود ما وكان بيشلس السيف ويحارب القبائل وهياخدها ويحكم بيشلس السيف ماش فرقة يعني فاذا الحكم اللي من غلب حتى في امريكا الحكم اللي من غلب في بريطانيا الحكم اللي من غلب في فرنسا الحكم اللي من غلب في روسيا الحكم اللي من غلب كيف في بريطانيا الحكم اللي من غلب في مين لما قامت ثورة البريطانية قوات البرلمانيين اللي هي قوات البرلمان انتصرت على قوات المالك قوات الملكيين فهل مين انتصر البرلمانيين اصبح الحكم في البرلمانيين وفيش جسطوف في بريطانيا يخلي بالكم فيش جسطوف إنما مين اللي انتصر البرلماني خلاص واصبح بعد كده البرلماني ارتضوا فيما بينهم أن يتم تداول السلطة بالانتخاب لكن داخل فريق البرلماني لا يسمح الملكين في فرنسي الثورة الفرنسية قام ماني لازي غلب قوات الجمهورية غلب قوات مين الملك الملكي بل حكم فين في الجمهورية وهكذا أمريكا قامت الثورة الأمريكية ضد الإنجليز والأمريكان أصلا إنجليز الحكم فين في السواغ المنتصرية وهم اختاروا فيما بينهم أنهم اعملوا كده في روسيا الحكم فين كان للشعيين لأنهم الانتصروا بوريس يالسن اتخاني مع البرلمان والبرلمان كان مع الشرعي قسف البرلمان بالدبابات ولا حد قال له أتل اللي أتل وعمل قال له أنت انتصرت آه خلاص أنت بقيت الفل الفلال الحكم لمن غلب فبالتالي هذه الوقاعة تقل سمعانا اعتقال فلان اعدام الرئيس كل هذا كله طالما أن السيسي غالب سيظل يحكم الحكم لمن غلب بالقوة فترشح سمعانا ترشح خياد علي ترشح سيجام جينا كل الكلام ده فرعون فرعاو ما هو قتل من المصريين كان يقتل أطفاله سنة و سنة تخيل أنت أن شرطة السيسي أو جيش السيسي أو عسكر للصليب هذا يذهبون كل ما يعرفوا أن فيه طفل ولد في منزل يذهبون و يقتلون أمام أبوه و أمه و أخواته و جرانه و علته هل حدث الثورة ضد فرعاو أبدا خليني أقول لك إيه إن كانوا يزيعوا بقى أقول لك إيه إن لما يقتلوكم في رابعة كده الجماهير هتتحرق بسبب الدم و مش عارف إيه والسلمية أن أنت هتعد و يقتلك والناس يشوك و أنت بتموت تقوم الناس يصور يا عمي دا أنت و لك إنا كنا بنشأ نرش القرآن خالص أما القصة فرعاو في القرآن دي بتعمل إيه و الرجل كان بيدبح تدبيح حتى الأطفال مش الإخوان الأطفال اللي قال لك استحتمال في المستعبل يهددون على كرس الحب وفي النهاية فرعاو لم يتم إزاحته إلا بالقوة لما ربنا أجرقه في قوة قارة نزلت أما قدت عليه في العصر الفاطمي الناس أكلوا لو عائل ماشي طفل ماشي الشرق يختفوا يأكلوا من الجوه أكلوا الجيف وأكلوا الكلاب والأطط والأحمق كل حاجة المجاعة هل قامت طورة لا بدان إنها ما الذي حدث جاء بعد كده واحد واحد أجنبي مش من مصر خالص ولا هو مصري ولا من الفاطميين ولا حاجة جاء واحد اسمه مسلم من كردستان كردي اسم شراح بديل أيوب جاء ومعه قوة وغلى باب القوة الحكم اللي ما أخذ الحكم فدي القاد الأمر الثاني السيسي بيعمل كده لبث الرعب مبدأ اسمه الإقناع بالرعب الأمريكاي التبعوه في الحرب العالمية الثانية اللي هو ألقاء القنبلة النووية على النابان ومكانش لها دعا أصلا كانت النابان بتستسلم طبيعي إنما هو يريد أن يبث يقنع العالم كله إحنا أقوى حد اللي أفضل سوه فالسيسي بيريد أن يبث الرعب وكان ممكن السيسي يترك سامعناه ولكن هو يريد أن يبث الرعب فيما أبدأ الحكم الحكم لمن غلب الناس على دين ملوكهم والناس تهلل للمنتصر الناس تهلل للمنتصر وفي بغداد أنا بقرأ للست اسمها بيل جيرت ريت يعني كنت نضقت الاسم اللي هي الجاسوسة البريطانية في العراق كنت مع جيش لها وراحت هي والإنجليز لما احتلوا بغداد 1917 أصدروا جريدة اسمها العرب تخيل الإنجليز بيتطلعوا جريدة نطقة اسمها العرب يعني وهما اللي كانوا مسكن فالكتاب والعثمانين قبل الاحتلال بغداد كانت تطلعوا صدر جريدة اسمها صدى الإسلام فالكتاب والشعراء الذين كانوا يكتبون في صدى الإسلام عن عظم الدولة العثمانية والإسلام والإنجليز كفار ولاد ستين في سبعين لما إنجليز داخلوا بعدها بغداد هم أنفسهم نفسه كتابه الصحفيين والشعراء ولاد ستين كتبوا في صحيفة العرب وقضايا دين العثمانين دول وحشين والأتراك دول وحشين والإنجليز دول رضي الله عنهم الملائكة تمشي على الأرض الإنجليز دول حتى الست الجسالة البريطانية دي بتقولك إيه الناس الحقيقة دي اللي يعني بيعملوا وبعدين تقول لكم إنها مكبرية ولو العثمانين رجعوا تاني هيكتبوا إنه الإنجليز وحشين وقولهم لكم إنها مكبرين يا جماعة الناس مع المنتصر زيك في القرآن الكريم إذا جاء نصر الله نصر العسكري نصر الله والفتح فتح عسكري ورقم اتنين ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فدخول الناس في دين الله أفواجه تالي للانتصار العسكري زيك لما تلاقي أنت رسول صلى الله عليه وسلم ظلت 13 سنة يدعو الناس للإسلام في مكة كريش كريش عملت إيه؟ عذبته عملت ليه؟ لأنها تعلم أن التعذيب سيبص الرعب والخوف في مكة هل حصل الثورة في مكة؟ أبدا لما تشوفها رسول صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غاز وببدر عادل اللي دخلوا بقى طب بعد فتحة مكة تمانية هجرية عادل دخل الإسلام أوه أوه من غير حروب حتى تمام؟ طيب طبعا هالناس دخلت إكراها؟ لا، الناس مدخلتش إكراها، هي الناس بتمشي منها النفسات، يعني فيه ناس كتيرة بتمشي على هذا، المبدأ الثاني مبدأ الرعب، اللي هو السيسي بيعمله، ليه ليه راح يضرب بشام جنة، للرعب، وده مبدأ في الإقناع كما قلنا، وده موجود في قصة فرعاون، في قصة فرعاون، لما الصحر إسلامه يوم الزينة وكده، شوف فرعاون يقول لهم إيه بقى؟ فلا قط عنه، أيديكم، هيطع ايديهم، وأرجلكم من خلاف، ومش اكتذب كده لا، ولا أصلبنكم في جزوع النخل، كمان هعلقكم بنتم قطعين كده في جزوع النخل، ولتعلمون أيون أشد عذابة، فاعد خالي السيسي طالع النهاردة كده بيقول، أيوة أنا قطعت دين المسلمين الشام جنينة ورجليه وعلقته، هعزبكم، ولا تحد الثورة، يعني مش مش ان انت هنطلع يقول ثورة للسيسي، وحش، والسيسي بيعزب، والسيسي قاتل، والسيسي مجرم، ده فرعاون يقول لك أنا قاتل ومجرم، وبعزب يلزم خدمة شوية الكلاب، ولا كده، ولتعلمون أيون أشد عذابة، بيفاخر كمان بأنه يعد، ولتعلمون أيون أشد عذابة، شوف الكلمة الخطيرة، ولتعلمون أيون أشد عذابة، وأبقى من الهباء منها انتصر، مهام مش الحق مع مين، دائما الحق المنتصر على حق، أمريكا انتصرت على اليابان، إذن أمريكا على حق، واليابان بنت ستين هتدفع التعاوضات، أمريكا انتصرت على الألمان، إذن هتدفع التعاوضات، وكذا، دائما، إحنا بقى ناس طبعا سوزج والجهل مستشري فينا، ومعاشف معنا، تقول له الله سنحقق هل الرئيس مرسي كان يحكم بالعدل أم ديكتاتور، هل كان هل تلاتين سونية ثورة أم انقلاب؟ مين الانتصر؟ العسكر هيكتبه في كتب التاريخ ثورة ثورة ثورة، واللي قول انقلاب يدخل السجنة ويندبعه وتقطع، المنتصر على حق، نحن مفكرين المنتصر عن التحقيق، والشهود، والمناقشات، والمجادلات، طيب متى تحدث الثورة؟ دائما الثورة ملهاش علاقة بحدوث الظلم، والجوع، والفقر، والقتل، والتعذيب، والبدأة السمية النية، والبدأة السمية الخامسة، كل هذا لا يؤدي إلى ثورة أبدا، ده الحاضنة للثورة، يعني لو ما فيش الظروف دي، تحصل لش ثورة، بس لو فيه الظروف غير كافية لقيام الثورة، دائما عشان تحصل ثورة لابد جهة مقابلة تأتي وتزيح النظام الحكي، يعني جمال عبد الناصر في هزيمة 1967، فيه الظروف المواتية، أولا البلد هزمنا، ما فيش جيش في البلد، ما فيش قوة، يعني السيسي النهاردة بيعتمد على قوة تنظيمات، تنظيم اسمه الجيش، تنظيم اسمه المخابرات الحربية، المخابرات العامة، تنظيم الشرطة، تنظيم أمن الدولة، تنظيم البلطقية، تنظيمات، تنظيمات بتقيم حكمه، فإذا انفكت هذه التنظيمات وحلت، دي الأعمدة اللي شايلة الكرسي، دي الرجلين دي اللي هي التنظيمات دي حلت أو كده، يا الكرسي، طول ما نقولوا التنظيمات دي حلوة، والتنظيمات دي قوية، ولا بدنا نحافظ عليها طول ما التنظيمات تظل قائمة، طول ما هي تظل قائمة على الكرسي اللي هي دي اللي شايلة، الأعمدة التي تحمله، زي حنا كانوا يقولوا، أزيني شير رئيس مرسي، بس الإخوان حلوي، يعني لو صور تلاتين سونية، خرجوا وقالوا، الرئيس مرسي واعش، وابن ستين في سبعين، ولكن الإخوان تنظيم مواطن ومقترق من الباية، كان يتناهد في الحكم، لأن الإخوان هم العمود اللي شايله أصلا، لو وع، لا، أزيني قال لك لا عسكر ولا إخوان، حتى العلمانين كانوا يخرجوا، مش عارزين جنس الإخوان كله، بسم عودة، لا، عصام سبطال، لا، مش عارزين، لا، أكد المهم، ففي 1967 لما هدم العسكر وإسرائيل عملية فيوم اللي عمليته، لم يبقى هناك قوات تدفع عن منزل جوان عبد الناصر، ولكنه لم يسقط، الشعب كارف، مفيش قوات تحميه، التنظيمات بتاعته فكيكة، النظام بيتعارك مع بعضه، لدرجة أن عبد الناصر قتل عبد حكيم عامر، وده موضوع أخر، وحط وزير الحربية شمس بطران في السجن، وشل الزباط رمون في السجن، وعمل له محاكمات، وشل رئيس المخابرات، حط حرب علنية داخل النظام، لكن لم يسقط النظ ومضع فيه وهشاشته، لماذا؟ لعدم وجود قوة زيح، كم من القوة الموجودة الإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان يقابل تنظيم العسكر، لكن تنظيم الإخوان في ذلك الوقت، من اللي بيقوده؟ المرشد والمرشد الضعيف، اللي هو الهضيب الله يرحمه، والتنظيم مرمي في السجن، ومتنائي، واخد ضربات لم يلي بس، فبالتالي حتى وسيسه ضعيف، لكن من التنظيم اللي ممكن يزحي تنظيم الإخوان المسلمين، لكن هذا التنظيم ما الذي يقوده؟ تم تنصيب إبراهيم مونير، اللي هو مين؟ كان بيكتب تقارير اللي ببحث أمن الدولة، في السجن، في قضي السجن، فأصبح النظام، آه ضعيفه، لكنه يسيطر على المعارضة بتاعته، فطالما النظام، يسيطر عليه تنظيماته، وبيسيطر على التنظيم اللي هيشيله، خلاص، عارف أنت ده أشبه ما يوجد أنه البنزين موجود، والجاز موجود، وكل حاجة، كده ظروف مواتية، لشعال حريقة، ولكن ما فيش الشرارة، فما تقومش الحريقة، لأنه ما فيش الشرارة، فبالتالي كل هذا، يجي سمع عن أن يترشح، يجي خدعه يترشح، يجي أصل الشعب، أصل الشعب، أصل مشعب مين هيجتمع مع مين؟ ولكن طالما أن السيسي مسيطر على التنظيمات المعارضة له، أو العسكر، أو المخابرات الأمريكية، أو كده مسيطرة على التنظيمات المعارضة، يبقى خلاص، لن تقوم طورة طول ما فيه سيطرة على هذه التنظيمات أرجو مشاهدين أن تكون السورة قد وضحت، وده ملوش علاقة أن نحن بقى مع السيسة، نحن نقول قاعد عامة، يعني زي يقول إيه، الإنسان يعيش بالمياه، يشرب مياه، لو عطش يموه، ولو اتمنى عنه النفس يموه، ملناش علاقة الإنسان ده نحن بنحبه ولا بنقراه، أرجو مشاهدين أن تكون السورة قد وضحت، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته